اشتركوا في القناة 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 طبعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم دل التهجم مدد على و المقيرة بان شعبه با انت لا سيف ببدا بتأيو با يعني توها الرسيف دي با بيتن دونتو ولبالله اللا ديك وركيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهتهي اللي بنلو هنا دي با قدر لقلو ديك الاسعي وقلو لقل الاسنح الدال ليو كعنا يكوبي لي لانو قلو ما بدي رحوم اللي المقيرة جماعات اللهم قاتل على وسالبهم على وحي الرب مفتحة قلو كاسلما دي با النبي صلى الله عليه وسلم قيسة و النبي صلى الله عليه وسلم قبله من النوة لماذا زلمت لها تا كان على كلهم قلو سدده اغلو وقلو رفعو كحاوي وطحوهوتو كوبهين زيادة كما نفر الله يعني ان يقروا ودع دي باعلا ورأى عروة تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع لقريش اي قوم لقعد يقول لي يا قوم يعني لقد وفد لقد وفدت على الملك انا مشيت موفد ليه مقسكو انا وفد لانا ممثل لانا ملوكنا يا كسر وانا يا قيسر وذبا نجاشي لكن والله والله ما رأيت مالكا يعذمه اصحابه ما يعذم اصحاب محمد محمدا والله ان تنخم ان تنخم ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تود اكادوا يقتطلون على ودوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر التعذيما له وقد عرض عليكم قطة رشد فاقبلوها وخلال المفاوضات يعني اه خلاص اقتنع الارواق نعابي اللي باللوم الله والله يا جماع انا وفدنا دا اكوني قدم الله وقايس انا ديب كسر وديب قيسر وديب النجاشي وكلهم اللهم كلهم بعضهم معنا قايسهم معنا لكن انسان من اللي هامو اتبعنا ايه لعزومكم مثل اتبع محمد يقل محمد العزوم رئي يعني واللايق حاكم اللي بل تترفعتو تليهو للبادرة وديب الدورهم كافة اوريب ورقات من قبي لقرابو ولقاطو مع السحبه واتم هيو ودهو للبادرة امر يوم من قبي لو ادهو للأوامر لانهم للبادرة ديبا ويعني ديب راسو كلنتوم يرافعو وكالتين تعتو يقال نحو بدوه لمرة العزومو واللي ناس وطات سنية وطات خير لبديبها يبك ما لو انتم مقابلوا بيليم ديب اللي وكيد اللي ما حصلها وخلال الانفاوضات تسلل في الليل طائفة من شباب قريش الطائشين سبعون او ثمانون فهبطوا من جبل التنعيم الى معسكر المسلمين وارادوا بذلك القدائي على محاولات السلح ولكن المسلمين القوا عليهم القبضة ثم اطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم فكان له اثرها على القاء الرعب في قلوب قريش وميله الى السلح وفي ذلك انزل الله سبحانه وتعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اذفركم عليهم دي بالله وكيد اللي منا شباب لا طائشين منا شباب لا قير من ضبطين من قريش لالي با ذفر ناية التنعيم من بند اتوا التمعسكر ناية المسلمين جوا اتوا ومسلمين يعني كردنواهم وطعوا طوام كلما اعتقلواهم وقل قدر ما طعمتم وقل اخربو ولا السلوح قيد اتمام لحد علو وطعشين توم اللهم النبي صلى الله عليه وسلم طبط يوم وعفى يوم لله سبحانه وتعالى حتى يناس امنى ما طلق يوم اللي هي يعني دي بالقريش اطمانو كما النبي صلى الله عليه وسلم فائلا قل قتال ماتيكم وقل سلوح ما يده الله النبي صلى الله عليه وسلم قم سأل لي قم سلصرفا اللي حكمة اللي قريش اطمانو ابا وربه هنا القرآن كارا دي بالله آية الله ولبقوة بالله آية الله دي بسورة الفتح وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيدكم وأيديكم عنهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لبطني مكة من بعدي أن أذفركم عليهم حقوة مكة منكم منهم وطواتكم منهم وكل شيء يبديكم من له رب العالمين يديكم تبطى منهم وديهم منكم تبطى غيرا إلا كفاء الله في النبي صلى الله عليه وسلم وقريش اللي جرى اتحلى قاتل المتحلى عمية خمسة وعشرين اسمانو بن عفان رسولا إلى قريش وبيعة الردوان دي بقى نتهاقيتو ستكلم بطيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة